اطلع الأستاذ عادل باع كابا المدير العام لمدرية الشحر خلال زيارته الميدانية لمحطة الفقيد السقطري 40 ميجا على أوضاع المحطة وأعمال الصيانة للمولدات بعد مرور 12 ألف ساعة من التشغيل وناقش باع كابا مع المهندس ماذا صياد مدير محطة الفقيد السقطري وإدارة المحطة والطاقم الفني أعمال الصيانة للمحطة الجاري العمل فيها إلى جانب المشاكل الفنية في محطة الفقيد السقطري مستمعا من الفنيين بالمحطة إلى الوضع الراهن للكهرباء والصعوبات التي تواجهها ومنها احتياجات التشغيل كما أكد على أن السلطة المحلية بالمديرية تضع محطة الفقيد السقطري ضمن اهتماماتها حثهم على مضاعفة الجهود لتجاوز كافة الصعوبات والعمل على استقرار التيار الكهربائي